أما هلأ فرح وصلنا لفقرة رح نحكي فيها عن أهمية الكتاب الثقافة وخاصة ضمن الشهر الكريم عم يكون عندنا وقت كتير كبير خلال نهارنا في ناس كتير هي عندها هيك شغافة وولع بموضوع القراءة الكتب الروايات أو شي بخص الحدث يلي عم بنعيشه اليوم ضمن صباحنا اليوم حبينا نضوي على هاي الفكرة اليوم شو نحن ممكن نتوجه نعبي هذا الوقت خلال نهارنا وهذا الشيء أكيد حيعرفنا عليه الأستاذ هيثم الحافظ رئيس اتحاد الناشرين السوريين صباح الخير أستاذ ورمضان كريم صباح الخير ورمضان كريم ورمضان دائما هو شهر القراءة والمعرفة والعلم والبركات وكل عام وأنتم بخير وكل عام وجمهورنا بخير وكل عام وبلدنا وكل أهلنا بألف ألف خير صباحكم غير مع القراءة الغير كمان صباحك مرة تانية أستاذ هيثم اليوم لما نحكي نحن عن حالة القراءة خلينا نرجع نسألك اليوم كيف وضع القراءة اليوم مع غزو التكنولوجيا الكتير كبير اللي صار بمختلف أنحاء العالم لما أي كتاب فهو ممكن يكون موجود على مواقع التواصل أو على المواقع الإنترنت كيف واقع القراءة وإذا بدنا نخصص أكتر بشهر رمضان الكريم كيف عم بتكون القراءة لأين الناس عم تتجه؟ هلأ أول شي القراءة نحن ما بهمنا قراءة كانت عن طريق الورق ولا قراءة الكترونية نحن نسعى للقراءة بأي صفة كانت وبأي شكل من أشكال القراءة هي لزة الورق متعة القراءة بالورق يعني أنا من منظوري أنه ممكن شوي خفت أو تراجعت نحن بالأساس عندما ندعو إلى القراءة ندعو إلى القراءة عموما ندعو إلى الثقافة الثقافية بشكل العام لكن عندما نخصص نحن بدنا نسأل عن القراءة الورقية هل اليوم لازال المواطن إن كان السوري أو العربي أو حتى القارئ العالمي لازال عم يستقطب ويقرأ الكتاب الورقي؟ طبعا لا زال عم يستقطب ويقرأ الكتاب الورقي ربما ليست بنفس الأعداد اللي كانت موجودة مثلا بعام 1970 عندما غزى اليوم الانترنت وهذا الجوال وهذا الاتصالات وهي الثورة بالاتصالات اللي صارت طبعا أثرت بشكل أو بآخر على القراءة الورقية اللي هي أصدار كتاب اللي هي مثلا نحن اليوم صارنا نشوف صار في عنا عزوف على أصدار مجلات بالعالم مو بسوريا بس على فكرة صار في عنا عزوف يعني خليني أقول انحدار عدد نسبة كتير كبيرة من أصدار أيضا مثلا الكتب اللي كانت مثلا فين يسميها الكتب الموسمية اللي كانت مثلا تطلع بشكل كتير كبير اليوم أصبحنا حتى كتب المرجعية اللي كانت المراجع أمهات الكتب صار فيه إلى تأثر كتير سلبي بإصدار إصداراتها بعد ما صدرت هي الثورة الرقمية لكن نحن خلينا نقول خلينا نستفيد من هذه الثورة الرقمية والتكنولوجيا اللي صارت في دعم القراءة اليوم نحن بهمنا المواطن إن كان السوري أو العربي أو القارئ عموما أن يقرأ بغض النظر إذا قرأ ما هي الوسائة يعني هو عم يقرأ فيها لكن نحن اليوم بين أقول لك وأكد لك نحن اليوم بصراحة في قراءة في نسبة قراءة جيدة وأنا شايف أنه هي هذه القراءة عن تنمو لكن ربما بنأكد صار في إلى خليني أقول تصنيفات اليوم القراءة الورقية حتى صار في إلها بشكل إيجابي اليوم صارنا عم نشوف مثلا بشهر رمضان المبارك اللي هو مثلا شهر الخير والبركية والعطاء كل الناس تتجه إلى القراءة القرآن الكريم فإذا صار في توجه إلى طباعة القرآن الكريم وهي على فكرة فيني أعتبرها ميزة إيجابية بسوريا للقارئ السوري أو للناشر السوري أنت لازم تعرفوا أستاذ المشاهدين لازم يعرفوا الناشر السوري يعتبر الناشر الأول في إنتاج وتوزيع القرآن الكريم في العالم يعني القرآن الكريم السوري المطبوع في سوريا له مصداقية كتير كبيرة له أصداء وله قبول عند العالم إن كان العربي وحتى العالم الإسلامي يعني اليوم مثلا فيني إليك مثلا ماليزيا مثلا كدولة مناخدها بتوزع فيها القرآن اللي هو طباعة سورية أو إنتاج سوري أو ناشره ناشر سوري بشكل أكبر بكتير من كل الدور النشر العربية يعني هو يعتبر الناشر السوري المنافس الأول في إنتاج المصحف الشريف في العالم هذه ميزة واليوم مثلا إحنا كمان في نقطة تانية بدي أكد لك أولا السادة المشاهدين اليوم صرنا عم نشوف خليني أقول أفكار جديدة عم يجيبوها دور الشباب الجداد الطيبين اللي عم يحاولوا يظهروا تأليفات كتير حلوة عم نشوفي اليوم مثلا سمعنا مثلا في شيء اسمه رمضان الخير مصابقات للأطفال شيء له علاقة بأنه نحكي عن السيرة النبوية بشكل مبسط شيء أنه نحكي عن صرنا نشوف مثلا كتب صغيرة وكبيرة وبأشكال متعددة إن كان للشباب إن كان للصبايا إن كان للولاد واحد سمى رمضان في قلبي واحد سمى رمضان الخير واحد سمى مفكرة رمضان صارت في عنا هدول هدول هذا الحراك هذا حراك إيجابي وعلى فكرة جعل الناس ترجع القراءة يعني صرت أنا شوف أنا صرت شوف مثلا أنه فيه استقطاب حقيقي إن كان مثلا معاهد تحفيز القرآن إن كان المدارس الأساسية اللي صارت تقرأ نحن اليوم على فكرة بحاجة بهذا المجتمع لأنه نحن نقوي القراءة من خلال هذا اليوم كمان باتم نقول طيب شو الكتب اللي ممكن يقرأ الإنسان برمضان غير مثلا كتب المصحف الشريف غير كتب الأزكار النبوية أو السيرة النبوية أو القصص الأنبياء أو شيء له علاقة بالإسلاميات لا كمان ممكن نحن نقرأ شيء له علاقة بالتاريخ إن كان تاريخ العربي أو التاريخ الإسلامي واليوم نحن إسقاطاتنا اليوم الواقع اللي عم نشوفه كتير واقع مهم أنه نحن نقرأ التاريخ وأنا بدي أكد على فكرة دائما بأكد عليها بمجالنا الإعلامي أنه نحن يا جماعة بوضعنا الاقتصادي اللي نحن عم نقول متراجع وكل ما نعترف اليوم أنه نحن الواقع الاقتصادي صعب ونحن ماشيين بأزمات الخروج من الأزمات تبدأ على فكرة من الإنسان يكون في عنده راحة نفسية راحة جسدية راحة بيروحه وعلى فكرة القراءة تعطي هذا الانطباع فنحن اليوم خلينا نتجه شوي للقراءة القراءة ممكن تعطينا حل ممكن تعطينا القراءة وتقرأي على نشاط اقتصادي ممكن تعطي حل اقتصادي ممكن تعطي حلول ممكن نفكر نعمل ابتكارات يعني اليوم أنا بتصور القراءة حاجة ماسة للمجتمع حاجة ماسة لكل الأسر بواقعنا الآن الاقتصادي الصعب يلي نحن فينا نقول طيب منقول بواقع اقتصادي صعب ونحن نروح القراءة يعني والله مو نحن اليوم نقول مثل ما قلت ممكن نحن تكون متنفس ممكن نجاة حل ممكن هي تخفف من الأعباء مثل ما منقول القراءة بتاخدنا العالم تاني طوت على نقطة أستاذ هي سامي نقطة كتير حلوة لما نحن نتوجه للأطفال لأنه نحن لما بنبدي جيل بيحب المطالع هي رح تكبر معه هي الأسرة لمرحلة الشباب وما بعدها طيب نحن دائمها من اليوم نتوجه للمكاتب المدرسية اليوم نغزيها نحن بكتب مدروسة فعلا نتوجه فيها للأطفال تكون مكافأة التلميذ أو مكافأة الطالب هي قصة ممكن يستعيرها يحافظ عليها ويرجعها ما تكون هي هي الأسس الكتير قديمة وتكون هي الثقافة ممحية تقريبا من المدارس والله أنا فيني أكد لك أنه اليوم المكتبات المدرسية بصراحة بسوريا وحتى بالوطن العربي بس أنا أكد على سوريا أكتر فيها يعني خليني سميها عدم تنشيط يعني ما فيها تزويد للكتب بشكل مستمر فلذلك عم يصير في عندها عزوف من الطلبة على الإقدام وزيارة المكتبات المدرسية بشكل كامل أنا بتمنى حتى الكادر التدريسي ما نشوف هذا التشجيع للطالب أنه أنت لأنك مميز هي الأسسلة أنا هنا بدي أقول لك على شغلي على هذا الكلام أنه نحن اليوم حقيقة أنا بدي أشكر المدرسات والمدرسين اللي عم يحاولوا يتغلبوا على ضعف المكتبات المدرسية يعني عم يحاولوا على يحاولوا يقدموا للطالب الجديد بغض نظر عن أنه المكتب المدرسية لم تواكب التطور اللي عم يوجود أنا في عندي أكتر من مدرسي وأنا بدي أشكرهم الآن كنت بتمنى أن يكون حافظ أسماؤهم حتى أشكرهم الآن في عندي مثلاً عم تجي لعنة على الدار عم تشتري مثلاً عندها 30 طالب عم تشتري من مصروفها الخاص 30 كتاب وعم تقدموا للطلاب وعندول الطلاب عم يكون في بيناتهم عملية تدوير الكتاب وتبادل الكتب حقيقةً أنا شفت في مدرسة إيجت لعنة بأول يوم رمضان قاتلي أنه أنا عم بشتري وعم أقدم هذا الكلام إذن نحن اليوم حقيقةً رمضان رمضان الخير رمضان المحبة رمضان التآلف حتى بالكتاب اليوم قد تكون ليست من واجباتها هذه المدرسة أن تقدم هذا المشروع أو حتى في بعض المدرسات غير قادرات إذا بنا نحكي اليوم ما عندهم هي الإدرة ممكن الرغبة موجودة عند كل المدرسات والمدرسين لكن قدر المادية الشرائية هذا الكلام اللي أنا دائماً بنادي فيه نحن أختي الكريمة مطلوب منا مبادرات إنسانية بصراحة اليوم المدرسة اللي لا تستطيع لازم يكون في عنا جهات ترعى هذا الجانب يعني مثلاً اليوم نحن لازم نحن بنادي أصحاب الغرف التجارية التجار رجال الأعمال يجب أن يكونوا ينظروا إلى هذا الجانب ينظروا إلى هذا الجانب بواقع إيجابي أنه نحن بدنا نقدم مبادرات لتدعم الثقافة في سوريا لتدعم الطلاب لتدعم نحن اليوم مجتمعنا مجتمع خير مجتمعنا على فكرة السوري مبني على فعل الخير بس بحاجة إلى خليني سميه تحريك بحاجة إلى هذول المبادرات الإنسانية نرفع من سويتها بحاجة نحن اليوم أنا شوف بطلب مثلاً من وزارة الأوقاف تسوينا معرض معرض حقيقي للكتاب الإسلامي بشهر رمضان يقدم هاي المبادرات نحس أنه نحن بشكل إيجابي عم ندعم الطلاب بطلب من وزارة التربية أيضاً تسوي مبادرات إنسانية تعمل تعاضد مع شركات ممكن شركات أغزية ممكن تكون شركات إلى علاقة في التجميل في الألبسة لكن تدعم في المعارضة تماماً ممكن تكون نحن بديك وزارة الإعلام التي نحن مرتبطين فيها تدعم نحن اليوم نتمنى نحن اليوم عم نقدم دعم اليوم نحن نقدم كتاب جديد ونحاول نقدم قراءة متوازنة للأطفال نبني لأنه نحن على فكرة بالقراءة اكتبنا كل شيء نرجع للفكرة الأساسية الأولى لو قلت لك قلت لك مو نحن اللي قلنا على القراءة هل المخرج الآن بنأزمي الاقتصادية بالقراءة؟ نعم مو أنا اللي قلت ربنا عز وجل هو قال اقرأ اقرأ باسمي ربك قال الذي خلق إذن نحن اليوم خروجنا من أزماتنا الاقتصادية خروجنا من أزماتنا الثقافية الخروج إلى الواقع الإيجابي المتميز يكون من القراءة وبتمنى أن نكون كلنا مبادرين مبادرة إيجابية بكل واحد بالقدرة التي يستطيع اليوم مكتبتك ببيتك قد تكون أنت مو بحاجة إليها هاي المكتب يتوزعيها يتنزليها وتحاولي يتوزعيها بين مثلا أصدقائك بين رفقاتك المدرسة لطلابها المديرة للمدرسة عموما هذا اللي نحن اليوم بواقعنا بحاجة إليه ونحن بحاجة لهذا اللي نقدم رمضان بالصورة الحقيقية رمضان القراءة ورمضان الخير بشكله المباشر إن شاء الله بنشكر حضورك أستاذ هيسم الحافظ رئيس اتحاد الناشرين السوريين ودائما نحن نتمنى أن يكون المشهد الثقافي في سوريا بواكب الثقافة العالمية شاء الله بنكون نحن مواكبين للثقافة العالمية ونكون مطورين أيضا ونكون على أد المسؤولية الملقاة علينا وعلى جمهورنا وكل عام وأنتو بخير ورمضان كريم وأنت بألف خير ونعاد عليك مرة تانية أستاذ هيستام وعلى عائلتك نتمنى أكيد مثل ما قالت ضل القراءة حاضرة بكل منزل بكل عائلة شكرا لله